يلا يا عموكش يا راح صاح حمه خليها تعمل لنا الاكل عشي راح الشغل الوظيفة عادي يا بويا خليك عادي معنا شوية يا ريت والله يا عموكشة بس انت عارف الوظيفة ربنا يكفيك شرها لو روحت متأخر خمس دجاج ولا حاجة المدير ممكن يخصمني منتب خمس شهور اه امك بان عليها جاية حاج انا ماشي هقعد لكم يوم عند اختي يا ما انت كريم يا رب بتقول حاجة يا حاج لا اصلا غريبة يا حاجة تمشي ليه يعني بتخليك يجاعد معنا ماشي يا حاجة يا عيال سبتلكم وصية البيت لو لجيت البيت في اي حاجة حصلت بصوا هتشوفوا تجلقيش حاجة كل حاجة هتكون تحت السيطرة اها ايه بسط يا عم حموكشة هنوعد اليوم كله النهاردة طب ومدير الشغل هنعمل في ايه انت لو قعدت اليوم والنهاردة ممكن يخصملك سنة اها بيراني يا حموكشة ثانية ما ارد عليه رب انها يصدر الو فينك يا حاجة هتخصمك شهرين النهاردة عشان خاطر لما جيتش غد روقت تتأخر خمس دجاي استنى بس يا مدير ما تعصبش نفسك النهاردة غير اي يوم النهاردة لازم اقعد في البيت ايوه اشمعنا حاجزين تكونش خط جهازة نوبل اكتر يا مدير اكتر ايوه اعيد ميلادك النهاردة قاعد ولا ايه لا اسمع بقى يا مدير دل حاجة سبت البيت وهتقعد ان دخطع ثلاثة ايام حلاص يا حاجة وانا مجدر ظروفك ومش هخصم منك يا عم حاجة بس بكرة تجيلي تشكر يا مدير سلام ابو يا هوزين المدير مخصمناكش مرتب بص يا حموكشة هو المدير حس بالموقف يعني انت لو المراجب بتاع الامتحان جفشك وانت بتغش في الامتحان هل هيعيدك السنة اكيد لا ليه عشان هو حسس بالموقف يلا بابا عايزين ااكل هو انت جاعان على طول يا سالي مابتش بعيش اروح اعملكم الاكل ووريكم ابداعاتي اعملكم اكلة هتاكلوا صابع رجليكم وراها امو يا ابداعاتي اهد يا زين اللي هتعملها دي ده انت اخر بداع عملتوا اكل ده يا باي ما حكلكش عليهم ده عيال احكي حقه ولا همك خلي العقل يضحك شوية يا بيت يا سالي جوم يا بيت جاعد جدك ماشي بابا دينا هجوم يا اما الجرايا سالي عندك الغضروف ولا بيت جد لسه صغير جوم يا بيت خلينا اجعد مستعدين تسمع الحكاية يا اولاد ايو مستعدين يا جزي ايام ابوك كان صغير يا حموكش ايه ده يا جدي وانا ابوك كان صغير اكيد سالي بيت يوم مرزولات كبير والله يا سادك المسهل اللي جاء اللي يكفيك شر الطفل فانهو يتطفل خلينا في المهم يا حموكش راح ابوك عشان يجيب بخمسة جنيه طماطم وبعشرة جنيه باصل والراجل كان شايف امه وهي نازلة وماشية وامه كانت دايما لما يجيب حاجة بايزة ترجع له بالحاجة ترجعهانه فالراجل كده شايف امه ماشت جال بس المرات نعدله ايه الطماطم والبطاطس خربانين راح خدهم وروح البيت فانا شفت البطاطس والطماطم وقلت الله خربت الواجعة ده اعطاك حاجة مضروبة وبس عرفنا انهو عشان امه ماشت بس ثانيا حاج في حتة انت مهم انسيتها امي بعد اما قدت بثلاثة ايام راح اترجعت له الحاجة وخلت الفلوس ايه بابا رجعت له الحاجة بعد ثلاثة ايام وهطال الفلوس دي يا جل حاجة كانت تعملها يا سالي ده لو كملتلك باج الحكاوي هتموت من الدحك اه يا حاجة والله ايام وساعتها انت بطلت تروح الراجل تاني قلت والله ما رايح عنده كان منظرك موح ري موت يا باج يلا يا حموكش يا ابنة ايه دحكتكم راح يلا قطل للعيش والاكل والحاجة عشان نعمل ونأكل يلا بعد كتب اكملكم الحكاية لا يا جدي خلاص مش هروح بعد الحكاية اللي اسمعتها دي هروح انا النهاردة والراجل يتحك علي وديني الحاجة بايزة ويحصل مع نفس الحكاية لا يا جدي لا ناصر حاجة حموكش راح يا عم وما تخافش احصل لك ايه يا اهني هلا يا حموكش اتحكنا وخيصنا قول لهم باج اللي يتحك زينا يعملنا لايك واشتراك عيبة جدي طبانت موجود اقول لهم انا اعمل لايك واشتراك اقول لهم انت جدي يلا يا جماعة اللي عجبوا الفيديو ما ينساش اللايك واشتراك قدروا اكف توسيني